بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل يوم جديد خبر جديد نستعرض أبرز عنوينه ونذكر تفاصيله ببرنامج حديث الصحفة من النهار الإخبار الأولى في الجزائر بجولة لأبرز ما تحدثت عليه السلطة الرابعة على الصفحات الجرائد الوطنية وكذا الدولية واخبار المواقع والبداية كالعادة بأبرز العنوين التي تصدرت جريدة النهار في عددها اليوم والتي تقرؤون على الصفحاتها الأولى مناظرة تاريخية في انتظار الصندوق وحسب الجريدة فقد شاهدت الجزائر أمس أول مناظرة تاريخية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية حيث بدأ عليهم الارتباك وتشابهت إجاباتهم من خلال 14 سؤال أجابوا عنها فيما لم يستنفذ أغلبهم الوقت المخصص للإجابة وتغى جانب شرح البرامج أو البرامج خلال المناظرة بدلت صراع الأفكار حسب المقار وذلك على مدار ثلاث ساعات كاملة من المناظرة التي تابعها الملايين من الجزائريين لأول مرة في تاريخ الجزائر وتقول جريدة أيضا أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد جيت صرح أكد على أن الجزائريون مقبلون على استحقاق مفصل يوم الثاني عشر ديسمبر الجاري والتي ستكون عرسا تتجسد فيه الإرادة الشعبية وحث الفريق على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل بناء جيش قوي وعصري ومتطور عماده العنصر البشري في موضوع آخر تحدثت الجريدة عن تنظيم حصص دعم لتلاميذ البكالوريا والبيام والسانكيام وحسب المقال فقد أمرت وزارة التربية الوطنية عفوا مديري التربية عبر ولاية الوطن بتخصيص يومي السبت وثلاثاء مساء لتقديم دروس دعم لتلاميذ الأقسام النهائية للأطوار الثلاثة ابتدائي متوسط وثانوي مقابل تعويض مالي عن طريق مستهامات الجماعات المحلية التي ستقوم بتزديد الساعات الإضافية المقدمة فعلا ثمانية عشر جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بالعفرون في البوليدة إثر حادث مرون خطير مساء أمس وحسب تفاصيل المقال فإن الحادث تمثل في انحراف حافلة نقل المسافرين على خط الرابط بين البوليدة وشرشال عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم أربع الرابط بين العفرون ووادي جر مشاهدين الأمر إلى جريدة المحور اليوم التي قالت في عددها اليوم أن وزارة السكن والعمران والمدينة كشفت على أن برنامج السكنات في طول الإنجاز حاليا يقدر بأزياد من ستمائة واثنين وثمانين وحدة سكنية بمختلف السيغ تتضمن أزياد من مائتين وثلاثة وسبعين ألف مسكن بسيغة البيع بالإيجار عدل وأكثر من مائتين وسبعة عشر مسكن عمومي إيجاري ومائة وأربعة عشر ألف مسكن بسيغتي التساهم والترقوي المدعم إلى جانب قرابة اثنين وعشرين ألف مسكن ترقوي عمومي ونحو خمسة وخمسين ألف مسكن ريفية وحسب جريدة الموعد اليوم فإن وزارة نعم حسب فإن وزارة الصحة تؤكد تسهيل إجراءات استيراد الأدوية لنقل المتعاملين وأوضحت بأنها ستعمل على احترام مبادئ الشفافية والعدل في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلينية والمستلزمات الطبية حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة جريدة المشوار السياسي ذكرت في أبرز مقالاتها أن مصالح الأمن أحبطت مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة الماك الانفصالية حسب ما أكدته مصادر أمنية وذكر ذات المصالح بأن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة أنافاد أي حكومة القبائل المؤقتة التابعة بواسطة عناصر متطرفة والقيام بحركة عسيان ومظاهرة ليلية لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة وأضاف المصدر أن قوات الأمن بساحة الشهداء بالعاصمة ألقت القبضة على طالب جامعي عضو في حركة الماك ومناظل في حزب المقاطع لانتخابات الرئاسية كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الأمن وكشف الموقوف عن مخطط تخريبي جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثاني عشر ديسمبر وعن تفاصيله في مرحلتين الأولى والثانية من خلال إدلائه بتصريحات خطيرة لمصالح الأمن لخصوص هذا المخطط حسب الجريدة يومية الشباب تحدثت عن نجاح ثلاث عمليات زرع الكبد من متبرع ناحية وحسب المقال فقد أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بنجاح ثلاث عمليات زرع الكبد انطلاقا من متبرعين أحياء أجريت في نفس اليوم ولأول مرة في مجال زرع الكبد بالجزائر ويتعلق الأمر بعمليتين أنجزتها بالمستشفى العسكرية الجهوي بقسنطينا وأشهدت الوزارة في هذه المناسبة بالمؤسسة العسكرية التي فتحت أبوابها وساهمت في تطوير نشاط الزراعة الأعضاء بالجزائر بينما أجريت العملية الثالثة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بير ماري كيري بالجزائر العاصمة حسب ذات المصدر الذي أكد أن العمليات الثلاثة قد أجريت تحت رعاية الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء في الجرائد الناتقة باللغة الفرنسية يومية لوريزون قالت بأن وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة حسن رابحي أكد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في ظروف عادية وجيدة وأشار الوزير خلال انطلاق القافلة الشبانية التحسيسية نحو مناطق الجنوب إلى أن الشعب سيتعطى معها بجابية وكثافة وشدد الوزير على همية المشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا أن كل شرائح المجتمع على تعلق كبير ووثيق مع الموعد الانتخابي يومية لديفا عنونت الجزائر على رأس منظمة أوبك لسنة 2020 وحسب مقال الجريدة فقد تسلم وزير الطاقة محمد عرقا بالعاصمة النمسوية فيينا رئاسة اجتماع منظمة أوبك لسنة 2020 من دولة فانزويلا وأفادت وزارة الطاقة بأن الجزائر ستشرف على رئاسة اجتماع أوبك لعام 2020 بداية من شهر جونفي المقبل مشيرة إلى أن مرصيم التسليم كانت خلال اجتماع حضره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو نمر مشاهدين إلى أخبار المواقع والبداية بموقع النهار أولاين الذي تحدث عن إيقاف المتابعات القضائية وعدم حجز العتاد لأصحاب أنساج واكناك وجاء في التفاصيل أن مدير ترقية التشغيل بوزارة العمل أعلن عن إيقاف المتابعات القضائية وعدم حجز عتاد المؤسسات المصغرة التابعة لأنساج واكناك وأوضح المدير أن القرار في الوزير الأول في مايي 2019 وقال المتحدث إن الإجراء يستثني المستفيدين الذين باعوا عتادهم وأضاف مدير الترقية والتشغيل أن هناك نقلة نوعية للمؤسسة المصغرة ببروز نموذج جديدة وأول مؤسسات الناشئة كونها ستتعمل بآخر التكنولوجيات بينما موقع الجيفانكات قال بأن حراجا جزائريا ينحضر من ولاية عنابة قتل على يد زميله بمركز طالبي اللجوء بألمانيا وحسب ما ورد بموقع دو تيليغراف الألماني فقد تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميتا في مركز طالبي اللجوء وتم القفض على مشتبه به يبلغ من العمر تسع وعشرين السنة لتورطه المحتمل في الجريمة وقال متحدث باسم الشرطة تم اعتقال رجل يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما لتورطه المحتمل في الجريمة وصرح شريكهم في الغرفة وهو إيران الجنسية بأن الضحية والرجل المعتقل من الجزائر فيما لم تصدر الشرطة أي بيان رسمي بخصوص القضية إذن المشاهدين بهذا الكون قد وصلنا لختام جولتنا اليوم في أبرز ما تناولته الصحفة الوطنية لكن اخبارنا متواصلة دون انقطاع من النهر الإخباري له في الجزائر عليكم مني أحلى تحية سلام عليكم